لازم نبقى فهمين كويس قوي ان احنا كلنا متبرمجين او طبيعة الانسان عموما مش بيحب ان هو يتعب بيحب ان هو يفضل دايما في الكمفرت زون او دائرة الراحة او منطقة الراحة فلازم نعرف كويس قوي لما هنبتدي اي هدف بنسع لي لازم نعرف ان مفيش نجاح بيجي بسهل مفيش نجاح هيجي لنا كده مجرد يعني في يوم وليلة او ان احنا هنتعب شوية غيرين والموضوع هيكون سهل لا الموضوع محتاج معفرة الموضوع محتاج صبر الموضوع محتاج مجهود الموضوع محتاج ان يعني مفيش نجاح بيجي يعني وشخص مرتاح وإلا كانت كل الناس بقت نجحين اي شخص لو قريته في يعني قصص الاشخاص المعروفين والاشخاص النجحين والاشخاص اللي كان في حياتهم تحديات كتير قوي في حياتهم هتلاقوا ان الحاجة المشتركة في حياتهم هي ان هما استمروا ان هما صبروا ان هما عفروا ان هما قرروا ان هما يضحوا براحتهم وان هما يخرجوا برا لكم في ارتزون او منطقة الراحة اه لان هما عارفين ان منطقة الراحة اللي بيفضل فيها عمره ما هيتقدم خطوة ليه لان اصلا طبيعة الانسان بيحب ان هو يكون مرتاح ما بيحبش يبزل مجهود في اي حاجة ولا يتعب نفسه في اي حاجة ولا اه يعمل اي حاجة فلازم نبقى عارفين كويس قوي ان النجاح عمره ما كان سهل النجاح بيحتاج مننا ان نشتعل على نفسنا بيحتاج مننا ان احنا نطور من نفسنا بيحتاج مننا ان احنا نمي مهاراتنا بيحتاج مننا ان احنا نكون عندنا صبر بيحتاج مننا ان احنا نستمر بيحتاج مننا ان احنا نحفز نفسنا بيحتاج مننا ان احنا لما نيجي في وقت من الاوقات نحس ان احنا الطاقة بتاعتنا قلت او حاسين ان احنا الاراضة بتاعتنا قلت ان احنا نبقى عارفين ان دي مجرد فترة وهنا هتعطي وان اح نحفز نفسنا بنفسنا وبرضو برجع وقول ما نعتمدش تماما على التحفيز الذاتي فقط ليه لان احنا مش كل يوم هنصحى من النوم هنلاقي نفسنا متحفزين ونلاقي طاقة بتاعتنا آآ يعني كبيرة وآآ عندنا طاقة ايجابية آآ وقت كتير بنقوم بالنوم اصلا من نبقى نحسين احنا مش عايزين نقوم نبقى حسين احنا مش عايزين نعمل اي حاجة في في اليوم نحسين ان احنا اصلا مش قادرين نقوم من عالسرير فلازم نبقى عارفين كويس ان احنا هيجي علينا وهيعد علينا ايام احنا نبقى حسين احنا مش قادرين نعمل اي حاجة آآ نحاول بقدر الامكان احنا آآ يعني نحفز نفسنا بنفسنا وفي نفس الوقت زي ما بقول ما نعتمدش على التحفيز الذاتي نحاول ان احنا يبقى فاهمين ان دي مرحلة وهتعدي ولو حسين احنا مش قادرين آآ يعني نعمل اي حاجة ممكن ناخد بريك بسيط كده يعني نرتاح فيه نريح فيه لو حسين احنا ارهقنا نفسنا مسلا او حسين ان احنا ضغطنا على نفسنا جامد آآ زي ما بقول دايما يعني لازم نحنا ناخد بريك فترة كده علشان خاطر نرجع نستعيد مشاطنا من اول وجديد ودي حاجة هتخلينا نرجع متحفزين وهتن يبقى عندنا كده فكرة ان احنا آآ يعني يبقى وكمان مهمة اوي كمان على فكرة انا برضو نسيت اتكلم في نقطة مهمة اوي هتساعدنا ان احنا نستمر هي ايه هي اننا نكافق نفسنا آآ بعد كل فترة كده ما نحس ان احنا انجازنا حاجات كتير او عملنا انجاز مسلا في حياتنا او آآ يعني حسنا ان احنا ايه يعني مشين مزبوط كده وآآ انجازنا بعض الحاجات فمهم ان احنا آآ ان احنا نكافق نفسنا كل فترة ليه لان عشان دي حاجة هتحفزني ان انا اكمل بعد كده وتحسسني ان انا فيه مكافأة مستنياني لو انا انجزت الحاجة اللي انا عايز اعملها او لو انا وصلت للهدف اللي انا عايز اوصله فدي نقطة مهمة اوي ولازم زي ما بقول نعرف ان ما فيش نجاح في الحياة هيجي مرة واحدة آآ هو بيجي بالتدريك وبيجي مع الصبر بيجي مع المعافرة آآ بيجي مع اننا نضحي براحتنا لان استحالة هنبقى عادين مرتاحين وهطين رجل على رجل والنجاح هيجي لنا لحد عندنا بس دي حابة اوضح النقطة دي لان في بعض الناس بيعتقدوا ان فكرة النجاح دي بتبقى سهلة او ان اي شخص نجح نجح بسهولة جدا والموضوع او الموضوع زي ما بيقولوا كده اوقات يعني بيقولوا الموضوع حظ لأ مفيش حاجة اسمها حظ الانسان دايما هو اللي بيتعب هو اللي بيشتغل هو اللي بيجي آآ في ممكن اقول يعني عشان ما بقاش آآ بجد بقى يعني او ان انا بيقول حاجة ما بتحصلش في احيانا في بعض الناس وبنشوفها على سوشال ميديا بينجحوا بسرعة الصاروخ بتبقى يعني آآ يعني مش يعني احيانا ممكن يكون بقى حصد واحيانا ممكن تبقى آآ يعني فرقعة كده الفترة معينة وبعد كده لمحدش بيسمع عاونه حاجة لا احنا منتكلم عن النجاح اللي بيستمر النجاح اللي ممكن يتأخر شوية بس بعد كده بيفضل آآ مستمر بيحتاج مننا زي ما بقول ان احنا نبقى مستمرين نحنا نبقى آآ منجيش فترة كده ونتوقف ونقول لا خلاص انا تعبته مش هكمل وان انا خلاص فقدت الشغل آآ آآ مطلوب مننا نحنا دايما زي ما بقول نكافئ نفسنا ان احنا نحفز نفسنا ان احنا آآ نبقى عارفين ان احنا ما ينفعش ان احنا نستسلم لمنطقة الروحة ابدا لان آآ كون ان احنا نستسلم لمنطقة الروحة ونبقى حاسين احنا مش عايزين نعمل اي حاجة وعدين وآآ يعني جو الانتخذ ده ده عمره ما هيودينا لاي طريق بالعكس هيبعدنا تماما عن اهدفنا بس ده كان الفيديو ورب اكون قد اشتفادكم مورتوني جدا جدا وحبكم جدا باي بور اشتركوا في القناة